هي ليست آثار لزلزال مدمر ولا هي حمص 2014 بل الموصل 2018 حيث صوت الأنين يخرجك من ذلك الاعتقاد إلى قصوة الواقع وفداحة الخسارة صفحة أخرى من سجل الدمار يماط عنها لثام التعتيم المموه بالنصر وأحاديث التحرير الذي لم يعرفه معلنه بقدر الموصلين أنفسهم بطعم الدم ورائحة الموت بعد سبعة أشهر على انتهاء العمليات العسكرية التي أتت على أغلب أحياء الموصل خصوصا بجانبها الأيمن ما تزال رائحة الموت تنبعث في المكان آلاف الجثث لم تجد حتى الآن من ينتشلها من تحت الأنقض فالذي أعلن النصر بالأمس يبدو أن وقته لم يكن سانحا لأكثر من هذا الإعلان الجثث لي الساعة ما حاجة لا شالها ولا نظفة ولا أول كش ماكو الله بيدعلك زيانا وين الدولة وين الحكومة وين المنظمات اللي عدت تبرع وين التبرع لم يكن لسكان الموصل بدء بعد أن عجزت مناشداتهم عن تحريك ضمير راكد على أقل تقدير فقاموهم أنفسهم بالمهمة بحثا وانتشانا للجثث عقب تفشي الأمراض وروائح الجثث التي تحول دون عودتهم إلى منازمهم نحن نريد أن نباشرون بالتنظيف بعد الآن نحن منطقة المكاية بعد لا أحد لا أحد فات عليه ولا أحد نظف نريد أن نرجع إلى بيوتنا محلاتنا هنا بيوتنا هنا مدارس من الأطفال هنا نزوح غير معروف الأجل وعودة تقف حالة المدينة المزرية دونها فحتى بلدية الموصل بدت عاجزة أمام الكم الهائل من الأنقاض وأعداد الضحايا غير المعروف الذي قدره رئيسها عبدالستار الحبو بعشرة آلاف مدني في المدينة القديمة فقط وهو ما يؤكده سكان الحي أنفسهم حينما رووا وقائع مخزعة عن دفن أقاربهم خلال فترة المعارك صورة الموصل اليوم لا تختلف كثيرا عن صورتها قبل ما يقارب التسعة أشهر عندما كانت المعارك في أوجها لكن ما جرى يبث رسائل عدة وفي أكثر من اتجاه ليست الوحشية ولا الدموية التي عملت بها المدينة إلا إحداها ترجمة نانسي قنقر